السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم اتمنى دي ما الامور ديركم تكون باخر والاخر انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اليوم ان شاء الله جيت نبدأ معكم السلسلة اللي ذكرت لكم في البوست بان انا غادي ندلكم السلسلة ديال ملق اللي نحضره الكتير اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيتكم بالقرس او للقراش اللي كي جيوا رائعين خفاف بحلقة بدون ذلك وان شاء الله غادي تشوفوا معي بكيلو ديال الدقيق الابيض غادي نحصلوا على كيميالي كتيرا ديال هاد القرس فبالنسبة لي انا هنا يوريتكم غاي جوج ديال اللطات فما زال عندي واحد لطاك هنا في الفونرا هي مازالها طيب بالنسبة لكيلو ديال البقيق فخرجت لي اخواتي تقريبا واحد سبع وعشرين نحبه ديال هاد القرس انتم الا بغيتو القرس ديالكم يكون الحجم دياله صغير كيف ماشته معي فانا درتو شي شوية كبير بغيتو تصغروا كتر من هكا فاكيد كيلو ديال البقيق غادي يعطيكم كيميالي هي كتيرا تقريبا حتى الخمسين حبه ديال هاد القرس هنا اول حاجة بغيت باش نوريكم اخواتي قبل ما نبدأ معكم الوصفة ديال هاد القرس بغيت نوريكم كيفاش كيجي شوفوا معيارة كيجي خفيف بزاف ما كيجي شمعج نهائيا ما الداخل فبطريقة اللي هي مبسطة ان شاء الله المكونات ديال هاد القرس اول القرش اللي غادي تلقوهم مكتوبين في صندوق الوصف في اول تعليق اسفل هاد الفيديو فالي عجبتكم هاد السلسلة ان شاء الله اللي غادي ندير لكم وغادي نبدأها لكم من هاد الفيديو ان شاء الله اللي غادي تكون رقم واحد في السلسلة اللي غادي نبقى نقدم لكم دائما ملق لين نحضره الكتير فالي عجبتكم ما تنسوش تخليوها ليا اخواتي في الكومنتر وكان شكر كل واحدة كتسؤول فيها سواء في الانستغرام او الا في ميسانجر فقا نقول لكم اللي هاد يخطكم عليها وكنتمنى فعلا انكم تتابعوا هاد الفيديو من الول حتى الاخر واكيد غادي نعطيكم اسرار باش ينجح لكم هاد القرص ويجيكم كيف ما كتشوفوا معي دابا فما تنسونيش اخواتي مني لايك ديلكم وتبارتجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء ودابا يلا هو معي ان شاء الله باش نوريكم طريقة اللي غادي نحضروا بها القرص ودابا ان شاء الله غادي تعرفوا على المكونات ديال الوصفة ديال اليوم اول حاجة غادي نحتاجوها جوج ديال مع القبار ديال حبة حلوة ليسهت ومحت شوية في المقلق وطحنتهم وحصلت عليهم بهذا الشكل بالنسبة للبنات اللي في الدول العربية هو اليانسون غادي نحتاج جوج مع القبار ديال الخامير الفورية جوج حبات من البيض اللي يكونوا في درجة حرارة ديال منطبخ غادي نحتاج جناية صاشية ديال سكال فانيلا تقدروا تديروا حتى الجوج ديال صاشيات في هذا الوصفة صاشية ديال الخميرة احمراء اللي هي بيكين بودر غادي نحتاج جناية كاس ديال الزيت بنسبة للمرحلة الاولى فانا غادي نحتاج ربعة ديال كؤوس ديال تقيق الابيض الخاص بالحلويات وغادي نحتاج من طبيعة الحال كاس ونص ديال سكال ساندة وقبصة ديال ملح بنسبة لطريقة فهي ساهلة بزاف غادي نخدمها بطريقة لك نخدم بها دائما العجينة ديال البيتزا فغادي نحتاج جناية كيف مما كتشوفوا معي واحد السلافات قدروا تعجنوحته في الكسعة ديالكم غادي نحضر كاس ونص ديال سكر ساندة بنسبة السكر ساندة فاتقدروا تديروا حتى الجوج ديال الكؤوس بالنسبة للمنطلة اللي يبغيوا الحلوة بالنسبة لهاد الكرس كنضيف هناي 4 ديال كسان ديال ما يكون دافئ وغادي نضيف الخميرة الفورية كيفينما اذكرت لكم عندي هناي جوج ديال مع الكبار ديال الخميرة الفورية غادي نضيف اليوم صاشي ديال سكر الفانيلا نضيف ثلاثة كسان تقيق الأبيض الخاص بالحلويات ونخلط الكل بالخلاط اليدوي ومن بعد نضيف الكاس الرابع فالطريقة راه واضحة لكم في الفيديو سوف نخلط في الأول بالخلاط اليدوي كيف نمشي معي حتى نحصل على خليط يكون منسجم ونضيف الكاس الرابع تقيق الأبيض فكيف ما كنت لكم في الأول نضيفه 4 ديال كسان وفي الأخير نضيف 6 ديال كؤوس وكذب قديمة نوعية ديال الدقيق هي اللي كتحكم لكم في الكؤوس أو العدد الكؤوس اللي غادي تديره فتقدروا تضيفه نصف كاس أو لكاس آخر يعني غادي تديره كتر من كيلو غادي تضيفه من طبيعة الحال تدريجيا وغادي تشوفوا معي كيف نشغزكم تحصلوا العدد العجينة باش ينجح معكم هاد القرص هنا كيف ما كتلاحظوا معي هيا كنحصل على الخليط اللي كيجي شكل دياله بحال بغرير غادي نغطي بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه من طبيعة الحال حتى كي يختامر الليه ونرجع معكم ان شاء الله باش نكمل معكم المكونات الأخرى وهنا يا بعد ما خملت عندي هاد المكونات كيف ما كتلاحظوا معي فهي كيضاعف الحجم ديالها وكيوليو فيها الفقاعات من الأعلى فغادي نحتاج هنا يا بالنسبة المكونات له غادي نضيف غادي نحتاج جوج ديال مع القكبار ديال يانسون اللي هو حبت حلاوه فبنسبة الأخوات لي ما يبغوش المدق دياله يجي مشاهد في هذا القرص فتقدرو انكم تديرو مامتحونش غادي نتنه هنا يا الكاس ديال الزيت فغادي نخلي فيه واحدة الربع حتى الأخير غادي تشوفوا معي علش غادي نخلي هاداك الربع غادي ندير جوج ديال البيضات طبيصة ديال الملح صافي وفي اللول غادي نضيف ثلاثة ديال كؤوس ديال الدقيق وغادي بقاولية ثلاثة غادي نبقى نضيفهم تدريجيا فغادي نبقى كان نخلط هادا المكونات كاملة مع الدقيق غير بالأصابع ديالي ما غادي ندير لهم مجود لاتا شي حاجة فبنسبة لكم حاولوا انكم تديروا شي حاجة لي تكون واسعة أكثر من هكا فهدي شي شوية جدني صغيرة ولكن ماشي مشكل غادي نكمل فيها تحضير ديال هادا العجينة صافي كان نبقى كان نخدم بالأصابع ديالي بهاد الطريقه من بعد كان ضيف الكاس الرابع كيف مشتو معي وديك صاشيات ديال الخاميره الفورية وغادي نضيف الكاس الخامس من بعد كان نخدم بنفس الطريقه واخير حاجة غادي نضيفها كيف مشتو معي هو الكاس سادس غادي نخلط المكونات حتى يدخلي يدك الدقيق في العجينة ودكة ربع كاس ديال الزيت فغادي نخليه هو واخر حاجة غادي نضيفها كيف ماشتو بنسبال هاد العجينة بنسبال الزيت اعلاش خليتها حتى الاخير هاد الربع دي الكاس فبنسبال الطريقة اللي كنعجن بها بزاف ديال العجينات فاخر حاجة كنخليها يا اما الزيت او لا الزبدة لك انت غادي نستعمل الزبدة في العجينة فهما اللي كيخلو لنا ديال العجينة كاتجي خفيفة بزاف بحلقتا فان شاء الله تجربوا هاد طريقة وغادي تردوا عليها الخبار صافي كنحصل لها العجينة اللي كتجي مرخوفة وكتلصق في اليدين بهات الشكل كيف مما كتشوفوا معي فهنا يا حاولت ما نزربش لكم الفيديو صافي وغادي نغطي هاد المرة العجينة وغادي نخليها عشرة ديال دقيق فقط ونرجع معكم ان شاء الله باش نشكلوا منها كويرات ديال هاد الكرس وهنا يا اخواتي بعد مدازة عشرة ديال دقيق كيف مما كتشوفوا معي فالعجينة عندي هنا كتختامر فعشرة دقيق راه كافية باش انها تخمر للمرة الثانية هاد العجينة وغادي نحتاج هنا يا كيمياء ديال دقيق اللي غادي نرجع من طبيعة الحال سطح العمل به وغادي تشوفوا معي كيفاش كتكون الكتفة ديال العجينة فهي كتلصق في اليدين فهذا وصير باش ينجح معكم هاد القرس او لهاد القرش صافي غادي نوضعها فق سطح العمل ومن طبيعة الحال غادي نرجعها بالدقيق فباش يسهل عليها نشكلها الكويرات فقدي نقسم العجينة ديالي على الجوش كيف ما كتشوفوا معي وخديت هنا يا أخواتي الميزان فمشي ضروري أنكم تديروا الميزان فأنا بغيت باش نحصل علي هاد القرسات لي جيني الحجم ديالهم بحال بحال ما تجيني شو حدا صغيرة و حدا كبيرة ذاك شي علاش خديت الميزان وكي ديروا بنسبة للأخوات اللي كي يخدمو هاد الخبيزات في البيت ديالهم فكي ديروا دائما هاد طريقة كي عبروا باش هكا كي يجيهم شكل واحد أو لحجم واحد ديال هاد القرسات فأنا استعملت هنا يا الميزان كيف مشو معي وبالنسبة للأخوات اللي غادي يسولوا على العباب ليدرتس بالنسبة لهاد القرس فكندير فيها أخواتي 80 جرام بالنسبة للبنات اللي غادي يبغيو يديروه صغير فكديرو فيه 60 جرام بالنسبة لكل قطعة أو لكورة كل كورة ديال هاد العجينة فانتمنت الطريقة تكون واضحة لكم فهنا يا كيف ما كتشوفوا معي كان بقى كنعبر وكان حط في اللول وملي كان ثالي كان بقى كنشكل منهم كويرات لم طبعي تلحال كان نرش شوية ديال دقيق فبالنسبة للأخوات اللي ما غاي بغيوش يديروه الدقيق فهذا المرحلة فتقدرو تدهنوا ليدين ديالكم شوية ديال الزيت وتشكلوا الكويرات ديالكم بشكل اللي هو هاد جدا فغادي نستمر بحلاكة حتى نكمل كيميا اللي عندي كاملة بنفس طريقة غادي نبقى كان عبر 80قراب وغادي نبقى نستفهم فوق فوق وهناي أخواتي بعد مجمد الكيميالي عندي كاملة عبرتها وشكلت منها كويرات فغادي نبقى ناخد كل كورة وغادي نحاول نقدلها الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا وغادي نستفهم في اللطة اللي كان كنكون ديرا فيها ورق الزبدة بنسبة للأخوات اللي ما متوفرنش على ورق الزبدة فتقدرو تدهنوا اللطة ديالكم بالقليل من الزيت وترشوها بشوية ديال الدقيق صافي غادي نستمر بحالكة كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو غادي نبقى كان قدهم ونستفهم وحاولوا أنكم تفرقوا بيناتهم باش هكا ما يسقوش لكم في الفورن أكتر ويلقوا البلاصافين يتنفخوا من طبيعة الحالي أنهم مازال غادي نطعف الحجم ديالهم وغادي نتفخوا لي صافي نياب قبل ما يخمروا أخواتي فغادي ندهنوا من نياب حبة وحدة ديالبيض اللي خلطها مع شوية ديال قهوة سريعة الدوابان فأنا درت بيضة كاملة وغادي ندهنوا قبل ما يخمروا فبالنسبة لهذا البيض فأنا ما خلطوش حتي يخمروا عاد غادي ندهنوا لأنني من اللي غادي ندهنوا اللي غا يخمروا فأكيد غاديها بطول يوم غادي شي تنفخوا لي في الفورن فحاولوا أنكم بحالة النوع ديال القراشل حاولوا أنكم تدهنوا في الأول قبل ما يختمر لكم باش هكا تحصلوا لواحد النتجة اللي كتكون مرضية صافي غادي نتمر بحالة كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندهنوا من الفوق والجواني بديالهم مزيد ومن بعد غادي ندوز إن شاء الله باش ندير عليهم شوية ديال زنجلان فكيبقى لكم ديما الإختيار بنسبة للتزين من الفوق فتقدروا تديروا شوية ديال زنجلان اللي هو سيمسيم من طبيعي الحال إلا عندكم السيمسيم الأبيض فحتى هو كيجيزوين بالزاف هاد القراشل أو هاد القرس أما إلا عندكم زنجلان العادي فتقدروا تديروا وتقدروا تديروا حتى شوية ديال سكر عفوان سنيدة فأنا الأغلبية كندير نصف فيه زنجلان والنصف الآخر فأنا كندير ليه سكر سنيدة أو للسكر حبيبت أما هاد المرة فأنا غادي ندير فقط زنجلان كيف ما كتشوفوا معايا فغادي نرش زنجلان من الفوق وغادي ندخله من طبيعي الحال الفرن باش نخليهم يخمروا على خاطر خاطرهم فبنسبة الفرن هو اللي يدافئ بنسبة المطبخ ديالي فهو اللي غادي يخمروه فيه فغادي نخليهم مأخواتي حتى الساعة او الاكتر باش نطبعي الحال يخمرو عندي ويجوني ناجحين مئة في المئة وهناي بعد مدى ساعة ونصف واختمرو عندي فغادي نشعل نار اللي كتكون مهيلة من طبيعي الحال على درجة حرار 150 غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم ينتفخوا لي اكتر من طبيعي الحال وغادي يتحمرو اليمن الاسفل ونطلعو من الجهة الفقنية باش يتحمرو ونرجع معاكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل ديالهم النهائي بعد ما طابوا وهدا والقرص بعد ما خرجته من الفرن فان هنا يخرججو جيال لطات ومازال عندي لطا اخرى اللي يكطيب في الفرن كيف ما كتشوفو معايا اللون ديالهم ارا كيجي مدهب كيجي وغزال يمدزا خفافين من الداخل فالسير في الطياب دياله في الفرن هو انكم تنقصوا عليهم النار باش هكا كينتفخوا ليكم كتر وكيجيوكم فش فشين من الداخل فاجهتوا عليهم النار فاكيد غادي يطيبوا ليكم ضغية من برا والداخل غادي يبقى ليكم معجن من طبيعي الحال فنتمنى فعلا ان الوصفة اللي قدمت لكم اليوما انها تعجبكم والفكرة اللي قدمت لكم ديال الملق اللي نحضره الكتير انها تنال اعجاب ديالكم وما تنسوش اخواتي دخلوا لي دائما لي كومنتر ديالكم الزوينة اللي كتشجعني دائما وكتخليني دائما انني بقى نحضر لكم وصفات اللي تكون اقتصادية وتخرج لنا كيميالي هي كتيرا فانايا قدي نعود باش نوريكم حبا وحدا ديال هاد القرص بتشوفو معيال خفة كيفاش كيجي وفا كيجي وخفافين بزاف كيفما اتكرت لكم بذنسبة المكونات ان شاء الله غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف ولا بغيتوني نحضر لكم شو وصفة اللي كين على بلكم فما تنسوش كذلك اتخليوها لي اسفل هاد الفيديو في كومنتر بتنسوش اخواتي من اللي لايك ديالكم لانها كتشجعني بزاف وكتخلي الفيديو ديالي انا ويتشاف عند عدد كبير ديال اخوات وخانا اني لاحظ في هذا الخر بان نسبة المشاهدة والله تضعيفة بزاف القناة ما عرفتش على شنو والسبب فكنتمنى انكم تشجعوني فعلا باش هكا نبقى نحط لكم دائما وصفات اللي تكون نجحة مية في المية فان شاء الله الوصفة ديالي وما تعجبكم وانتلقوا ان شاء الله مع وصفة جديدة اللي تكون اقتصادية وسريعة في تحضير ديالها شكرا لكم بزاف على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة